الله يعطيكم العافية وصلنا في مبادرتنا اللي كانت بعنوان وحدة كل أسبوع وهدف هاي المبادرة انه انخلص او انراجع وحدة كاملة من كتاب اللغة العربية المشتركة مادة المهارات كل يوم سبت وكل يوم خميس انخلص وحدة بالإضافة لبعض دروس القضايا من مادة اللغة العربية التخصص وصلنا في مبادرتنا هاي في مادة المهارات للوحدة الثالثة بعنوان أدب الصداقة قصيدة المتنبي اللي كلكم عارفينها اللي بنظري ونظر كثير من الناس اللي بيتضوقوا الشعر هو أعظم شاعر في التاريخ طبعا القصيدة زي ما حكينا سابقا بإمكاني أجيب لك عليها آلاف الأسئلة وبدون مبالغة أكثر من ألف سؤال بإمكاني أحطها على القصيدة ما بين معاني كلمات وجذور لغوية وصور فنية إلى آخره لكن زي ما بنحكي احنا بدنا نأخذ بعض الأنماط من الأسئلة اللي ممكن تيجي معانا في الامتحان الوزاري كيفية التعامل مع هاي الأسئلة وبعد هيك في نهاية كل وحدة انتوا عارفين من مادة المهارات في عندي بكون اللي هي قاعدة أو قاعدتين فاحنا بنجمع القواعد يعني اليوم بإذن الله رح نراجع قواعد هاي الوحدة بالإضافة للقواعد السابقة من خلال فقرة واستخراج وبعض الأسئلة الثانية غير الاستخراج نبدأ وما نطول أكثر عليكم فمبادرة اليوم بإذن الله رح تكون لطيفة نوعا ما السؤال الأول وهو أحد الأسئلة الوزارية اللي إجت على قصيرة المتنبي نشغل القلم بداية طيب استادي السؤال الأول ورجاء دائما اقرأ السؤال من بدايته لنهايته مرات كلمة واحدة بتفرق معك في الإجابة الأسلوب الذي انتهجه المتنبي للعتاب طبعا الدارس القصيدة بيعرف أنه هدفها العتاب من المتنبي لسيف الدولة وبيعرف أنه في كذا بيت خلينا نحكي المتنبي انتهج أكثر من طريقة لعتابه لسيف الدولة مرة كان يعرض بالرحيل مرة كان يذكر بالواجب إلى آخره من هاي الطرق فهو الآن محدد لي في البيت هاد إيش الطريقة اللي انتهجها المتنبي في عتابه لسيف الدولة البيت بيحكي وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة إن المعارفة في أهل النهى دمامو أي طالب دارس القصيدة منيح بيعرف أنه الإجابة هي التذكير بالواجب وأي واجب في هذا البيت اللي هو حفظ حق المعرفة كان الطالب سيف الدولة بحفظ حق المعرفة السؤال الثاني أيضاً أحد الأسئلة الوزارية ليت الغمامة الذي عندي سواعقه يزيلهن إلى من عنده الديامو عندي أكثر من صورة فنية في هذا البيت الآن الطالب برضو اللي دارس عارف كل هاي الصور الفنية نشوف شو السؤال المطلوب يتضمن البيت السابق الصور الفنية الآتي يذاكر كل الصور الفنية ما عدا يعني الثلاث صور الفنية وردت في هذا البيت صحيحة مذكورة والآن ما عدا واحدة اللي هي تصوير الشاعر سيف الدولة بالسحاب موجودة صوروا بالسحاب صور الهموم بالغمام هاي هي الصورة الفنية الوحيدة اللي مش موجودة في البيت بينما صور إيذاء سيف الدولة له بالسواعق وصور عطايا وخير وبر سيف الدولة بالغيوم الماطرة لكن الإجابة بغير موجودة هاي الصورة الفنية في البيت نهائيا طبعا للطالب اللي دارس بيعرف أنه الإجابة بسرعة بإمكاني أجاوب عليها من غير تفكير طول ما انت فاهم البيت والصور الفنية اللي تم شرحها سابقا للتذكير بس برضو بالعرض اللي عاملها وتد لطلاب الدورة التكميلية بطاقة الفصل الأول والثاني والمكثف كلهم بسعر بطاقة واحدة 35 دينار يعني أنت بتجيب البطاقة بتفاعل الفصل الدراسي الأول مباشرة بتفعلك الثاني والثالث على منصتنا المنصة الأقوى منصة موقع وتد التعليمية السؤال الثالث يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم يفيد النداء يا أعدل الناس الآن النداء يفيد الندبة ويفيد خلينا نحكي اللوم معتاب وفي بعض الأحيان اللوم وتحصر وإلو معاني كثيرة إحنا بدنا لف هذا البيت طبعا في طلاب كثير كانوا محتارين بين الإجابة الدالة اللي هي الألم والتحصر وبين الإجابة جيم خصوصا للي دارس البيت للأسف الطالب اللي دارس على خلينا نحكي على دليل المعلم الطبع الأولى أو الثاني مش ذاكر لما انطبعوه كان فيه إجابات تم تغييرها فيما بعد فيه طبعات دليل المعلم اللاحقة فكانت الإجابة قديمة للألم والتحصر غيروها وصارت اللوم والعتاب فننتبه لهاي النقطة إذن الإجابة الصحيحة في هذا البيت النداء يفيد اللوم والعتاب مفرد كلمة وإحنا قلنا أي كلمة جميع أنت مطالب بمفردها كطالب وخلينا نحكي الكلمات الصعبة نوعا ما زي كلمة الرسم الواردة في بيت أرى النوا يقتضيني كل مرحلة لأنها تستقلوا بها الوخارة والرسم وهذه الرسم من الكلمات الصعبة أستاذ يعني مش جمع مذكر سالم اللي تعطيني مفرده مباشرة يعني نتمنى تحفظهم غلب حالك شوي عايد المادة وعايدها لا سمح الله يا علامة واطية إذا ما تعملت على حالك كيف بدك ترفع معدلك فيها فننتبه لهذه النقاط رجاء الرسم مفردها رسوم بفتح الراء بفتح الراء والسؤال طبعا أحد الأسئلة الوزارية الواردة في الكتاب المدرسي ما تحته خط في البيت الآتي كناية عنه أناموا ملأ جفوني عن شواردها طبعا ملأ جفوني وردت في الدرس السابق أيضا اللي هو فن السرور فن السرور ناما ملأ جفوني رضي البالي فارغ الصدر وهنا ملأ جفوني كناية عن الراحة والاطمئنان كناية عن الراحة والاطمئنان المفروض إنك تكون حافظها حفظ دور على الإجابة بتلاقيها الطمأنينة وراحة الفكر طب أستاذ ما أنت قاعد تحكي الراحة والاطمئنان هاي مكتوبة طمأنينة وراحة الفكر أستاذ أنا مش طالب منك مش حافظ بتوصل للإجابة بإذن رب العالمين بأسهل الطرق يعاتب المتنبي سيف الدولة في البيت الآتي وهون من الأسئلة الدقيقة جدا إحنا عارفين إنه الهدف من القصيدة الكاملة اللي هو عتاب من المتنبي لسيف الدولة على سماعه كلام الواشين لأنه سمع كلام الواشين ورد عليهم المتنبي بعاتبه لكن السؤال هون يعاتب المتنبي كمل للآخر في هذا البيت فقط في هذا البيت في هذا البيت اللي هو كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكرهوا الله ما تأتونا والكرموا الآن سمعه كلام الواشين هي الغرض من القصيدة الكاملة بشكل عام مش في هذا البيت بينما في هذا البيت البحث عن عيوب الآخرين كان المتنبي يلوم سيف الدولة ويعاتبه لأنه يبحث عن عيوب الآخرين تمام أستاذ هسا بيجيين الطالب يحكي له أستاذ كان الجري وراء كلام الواشين أو الجري وراء كلام ولهو سماع كلام الواشين هي مش موجودة كفكرة رئيسة في هذا البيت فننتبه أنه هذا البيت بحث عن عيوب الآخرين الفكرة الرئيسة للقصيدة الكاملة اللي هو سماع كلام الواشين إذن إحنا اعتمدنا الإجابة جيم هي الإجابة الصحيحة إذن من الأسئلة الدقيقة زي ما حكناها طبعا عدم الإكرام موجود في بيت ثاني الإهمال والتجاهل موجود أيضا في بيت ثاني وحرق قلباه ممن قلبه شبموا ومن بجسمي وحالي عنده سقموا هذا البيت الأول بالقصيدة عليه السؤال واحدة من الأمور الآتية يشكو منها الشاعر كما ورد في البيت وشوف الإجابات بتحسها كلها منطقية بتحسها كلها منطقية لكن خلينا نأخذ الشرح وإجابات دليل المعلم كما ورد الآن يشكو الشاعر من حرارة في قلبه بسبب جفاء سيف الدولة موجودة صح 100% هل يشكو الشاعر من جفاء سيف الدولة أستاذ طبعا اللي مش فاهم البيت 100% أو فيه خلينا نحكي السؤال من أسئلة الكتاب كانت إجابته حرارة في قلبه والسقم الذي أصابه نتيجة هذا الجفاء إذن الجفاء اللي من سيف الدولة للمتنبي كان سبب كان سبب مما يشكو به الشاعر إذن هون سبب وليست شكوى وعندي هون بروض قلب سيف الدولة اتجاه الشاعر أيضا هو سبب سبب أدى لشكوى الشاعر ومرض الشاعر وتعبه السقم في طلاب يمسكون كلمة السقم كم من قراءة للآخر السقم الذي أصابه سيف الدولة سيف الدولة لم يصب بأي سقم ولا بأي مرض المتنبي هو الذي أصيب بالسقم إذن الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة 100% حرارة في قلبه بسبب جفاء سيف الدولة إذن هو يعاني من الحرارة وانتبه لهاي النقاط المفصلية بيطلع الطالب بفكر حاله حال صح بيجيروا سؤال دقيق زي هيك بيتفاجأ بأنه الإجابة خاطئة البيت الشعري الذي ظهرت فيه الموازنة بين حب المتنبي وحب باقي الناس لسيف الدولة إذن فيه بيت ظهرت فيه هاي الموازنة الطالب الدارس مباشرة بيعرف إنه البيت ما لي أكتم حبا قد برى جسدي حبه لسيف الدولة أتعب جسده بينما الأمم باقي الناس تدعي حبها لسيف الدولة فهون البيت صارت فيه الموازنة صارت فيه الموازنة الطالب اللي مش عارف شرح الأبيات بيكون اللاطش بين هاي الأبيات الأربع لأنه مش فاهم المعاني تمام يا أستاذ البيت الذي يبدو فيه الشاعر معتداً في نفسه أو معتداً بنفسه بالله ننتبه برضو أحد الأسئلة الدقيقة في عندي بتين في الشعر أو في القصيدة اجوا وراء بعض الأول كان أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صممه هذا البيت يعتد الشاعر بنفسه أو عفوا يعتد الشاعر آه بالضبط نظر الأعمى إلى أدبي يعتد الشاعر ب شعره في هذا البيت إذن ننتبهي لأنه هذا البيت يعتد الشاعر مش بنفسه بشعره البيت 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 مباشرة اللي هو بعنوان أنام ملأ جفوني عن شواردها مرين عليه قبل قليل البيت ويسهروا لخلق جراها ويختصموا هذا البيت يعتد الشاعر بنفسه والطلاب بطلوع الروح لحفظوهم إذن أنا على أنه بيت بدي أدور على أنام من الأجفون يدور على الأربع أبيات ما رح تلاقيه طب أستاذ وين الفكرة الفكرة يا أستاذ أنه في بيت بعدهم هيك بالخامس أو ست أبيات ذكر من ضمن الشريح أنه الشاعر معتد بنفسه أنه يخلو من العيوب أنه يخلو من العيوب إذن في بيتين في القصيدة يعتد ويتفاخر الشاعر فيهم أو فيهما بنفسه البيت الثاني لازم تكون عارف إيش هو اللي هو كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكرهوا اللهم ما تأتونا والكرموا إذن هذا البيت طبعا الطالب لأنه مش شايف في البيت هون اللي هو أنام من الأجفوني مباشرة رح يحس حاله مخربط ويحط الإجابة جيم وأنا رح أحط له خطأ ننتبه لهاي النقطة يا أستاذ هاي إذا بدو يجيب لك إيالي امتحان دقيق نوعا ما تدل العبارة المخطوط تحتها في البيت الآتي أرى النوا يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخارة الرسم طبعا الطالب رح يشوف التعريض بالرحيل رح يحطها دائرة البرغوثي بيجي وحط له خطأ يا أستاذ مش طالب البيت مش طالب على البيت طالب شطر من البيت هاي المخطوط تحتها لا تستقلوا بها الوخارة الرسم هي دلالة أو كناية عن إيش عن صعوبة الطريق إلى المكان الذي سيرحل إليه الشاعر كناية عن صعوبة الطريق مش تفكيره بالرحيل ولا إنه رحل لسه ما رحلش وقاعد قدام سيف الدولة لسه ما رحل اللي بيحكي في هذه القصيدة لكن خلينا نحكي الإجابة هي الإجابة الأدق بين الإجابات الأربعة فننتبه صعوبة الطريق وطولها والأخطار اللي رح تلحق بالشاعر أثناء رحيله إلى هاي الطريق كأنه قاعد بيحكي لسيف الدولة اللي بدي أبعد عنك مسافة بعيدة جدا يصعب عليك الوصول إلي للمكان اللي بدي أروحه السؤال الهدي عشر إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم الآن في هذا البيت كلكم دارسين إنه المفروض الشاعر يجد لنفسه عذرا في رحيله عن سيف الدولة إيش العذر العذر الذي أوجده الشاعر لنفسه لتبرير رحيله عن سيف الدولة هو أن سيف الدولة كان قادرا على إكرامه ومع ذلك لم يكرمه ولم يحميه ما أهانوا ولا ملة من صداقة المتنبي ولم يعد صديقا للمتنبي ممكن من أول هو مش صديق للمتنبي لكن المتنبي حكينا من الشعراء اللي عندهم الاعتداد بالنفس هو يرى إنه كان سيف الدولة اللي هو أمير كان يرى مش برتبة أمير كان يرى برتبة صديق فقط لكن إحنا اللي بنحكي فيه لم يكرمه تمامي أستاذ والسؤال الثاني عشر وأتوقع الأخير يعني في مبادرتنا وزي ما قلنا لكم ننتبه دائما لأسئلة اللي هي معاني الكلمات الجذور ضبط الكلمات أضبط آخر كلمة كده أو أضبط حرف كده في كلمة كده كلها موجودة في الدوسية عندكم حتى الحروف المهمة يملون لك إياها بلون مختلف عن الكلمة حتى تنتبه لإجاباتها الذي يظهر فيه الشاعر لبقا ومؤدبا في عتابه طبعا القصيدة بالرغم من إنها في موضوع العتاب إلا أنه المتنبي كان لبق ومؤدب في عتابه لسيف الدولة في كثير من الأبيات من هاي الأبيات للطالب اللي دارس طبعا برضو في الدوسية كلها كاتبينكم إياها أناموا من الأجفوني هنا أصلا مش قاعد بيمدح ولا بيحكي بمحاسن سيف الدولة وما انتفاعوا أخي الدنيا بناظره بيحكي له الإنسان الحيش والفايدة من نظره إذا لم يستطع التفريق بين الظلام والنور برضو ما فيه هنا لا لباقة ولا أدب بالعكس يعني لو دققت في المعنى في نوع من البهدلة يا أعدل الناس إلا في معاملتي بيحكي له أنت عادل إلا إذا عاملتني لم تعد عادلا بل أصبحت ظالما وبهاي الحالة أكيد برضو ما فيه لا لباقة ولا أدب لكن البيت يا من يعز علينا أو يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء إن بعدكم عدمه هون بيحكي له لسيف الدولة أنه الفراق عنك صعب ويصعب علينا ويعز علينا وتأكد أن أي شيء نحصل عليه بعيدا عنك يا سيف الدولة عدم لا قيمة له بسبب ابتعادنا عنك بذلك الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة التي يبدو فيها الشاعر لبقا ومؤدما طيب حبايبي هسا وصلنا لسؤال القواعد اللي هو عبارة عن فقرة وبعض الأسئلة على هذه الفقرة وزي ما حكنا لكم رح نعودكم بذل رب العالمين على كيفية الاستخراج السؤال اللي بيستصعب منه معظم الطلاب ليش لسبب واحد عندهم صعب إنه ما عندهم مفاتيح للحل ويا أستاذ دايما نخذها قاعدة مفتاح الحل أنا بالنسبة لي أهم من الحل نفسه لأنك بتكون عارف على إيش قاعد بتدور مش قاعد بتلاطش فانتبه لمفاتيح الحل ودائما اقرأ الفقرة قبل ما تبدأ في الإجابة عنها أو عن أسئلتها اقرأ النص الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه من يكن عنيدا يلن له الحديد وكذلك الدنيا مع القوي تأتي لذلك لا تظهر لها ضعفك بل عافرها وكن جبارا وأحسن التعامل مع المعوقات ضاري فرصتك بل اصنعها وليملأ التفاؤل قلبك ولتكن واثقا بالله وليكن مرادك عظيما واخذ قول المتنبي مثلا إذ يقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم طبعا كلمات نوعا ما احنا دايما منحكي لكم دايما منضرب عصفورين بحجر بإذا رب العالمين تكون هاي الكلمات تحفيزية لإلك وكون متأكد إنه ما في إش بحياتك سواء الدراسية أو بعد الدراسية رح يكون سهل إذا ما كنت على قد حالك وكل بطحة بتبتحك إياها الدنيا ترد توقف وتقاوم هاي الصعوبات اللي بتمر فيها بحياتك ما رح توصل ما رح أكذب عليك كل شيء في هالدنيا حتى في مرحلة التوجيه بالذات صعبة لكن اللي بقدر ينفذ أو يرتب وقته ويرتب أموره ويعمل لحاله برنامج بإمكانه بإذا رب العالمين يتغلب على أي صعوبة بتواجهه كلمة صعب غير كلمة مستحيل كلمة صعب غير كلمة معجزة صعب معناها مقدور عليه وهون بإذا رب العالمين بتحس بطعم نجاحك الله يوفقنا ويوفقكم يا رب طيب أستاذ نرجع الآن ونشوف شو المطلوبات من الفقرة المطلوب الأول طالب مني استخرج اسم فاعل ثلاثي وإحنا كطلاب عارفين إنه اسم الفاعل الثلاثي مفتاح الحل حرفه الثاني ألف يعني أستاذ كل كلمة حرفه الثاني ألف اسم فاعل أكيد لا كل كلمة على وزن فاعل اسم فاعل برضو أكيد لا قلنا حرف الثاني ألف على وزن فاعل تدل على شخص يقوم بفعل معين فلو إجينا دورنا أستاذ هاي حرفة الثاني مش ألف هاي حرفة الثاني مش ألف هاي أستاذ أنا بدأ قضيها في الامتحان أستاذ معك وقت ما أنت بتقضيها هي قاعد بتلم علامات مش ببلاش قاعد بتقضيها لذلك الله يرضى لي عليك دور لو كلمة كلمة امشي في النص كلمة كلمة لغاية ما تلاقي إجابتك قد ما بتتدرب بتصير مرات عينك ترمي على الإجابة مباشرة عقلك الباطني بيصير هو اللي يشتغل فايع أستاذ تدرب وضيع وقت احنا فعليا ما في وقت ضايع فعليا احنا قاعدين من لم علامات مضمونة بإذن الله مش قاعد أدور وأنا مش عارف على إيش بدور تعالوا أستاذ بتلاحظ كلمة عافرها في ضمير حذفنا صارت على وزن فاعل عافر بس لو دققت لي فيها شوي بل عافرها وكن جبارا هون عافر فعل أمر أستاذ فعل أمر جاء على وزن فاعل لذلك أستاذ ننتبه بدنا المعاني المعاني يعني نكون مدوقين النص اللي قاعدين نقرأ فيه ما أتوقع بنصوصي جيب لي كلمات زي هيك نوعا ما صعبة لكن احنا زي ما حكينا منوخذ الليفل الأعلى في الاختبارات ومنطبق عليها أسئلتنا حتى ما نروح ونتفاجأ بنمط أسئلتهم فعافر إحدى بالتنوين اللي هو حرف الألف الفقات التنوين صارت واثق على وزن فاعل من الفعل الماضي وثقة بتدل على شخص يقوم بعملية الثقة بذلك خلص كل هاي الأمور تدلني على إنها اسم فاعل ثلاثي فهون واثق أستاذ الأسئلة المتكررة ما كتبت التنوين عادي أستاذ أكتبها مع التنوين من غير التنوين صحيحة الإجابة المهم أكتب لي الكلمة الله يرضى لي عليك المطلوب الثاني اسم فاعل لكنه غير ثلاثي وهو كلمة تبدأ بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر فأنا لو محلك أستاذ أي كلمة تبدأ بحرف الميم حط عليها دائرة احتمال كبير تكون هي الإجابة كلمة تبدأ بميم هاي لاحظ المعوقات تعال يا أستاذ اهدف لي في كلمة المعوقات كل الزيادات مش حكينا دائما لما نتعامل مع أي كلمة بحث في كل الزيادات قال للتعريف تاء مربوطة ضمائر علامات الجمع علامات التثنية فهون عندي قال للتعريف زيادة عندي ألف وتاء زيادة تعال اكتبها هيك على المسودة شو صفت الكلمة معوق تعال طبق عليها ميم مضمومة كسر ما قبل الآخر إذن معوق اسم فاعل غير ثلاثي إحنا منأخذها زي ما هي موجودة في النص منكتبها كاملة اللي هي المعوقات أستاذ لما نكتبها هون مع الحركات لا أستاذ وطرت مهمة المهم أنك تكتبها اسم مفؤول ثلاثي وصراحة ربنا اسم المفؤول اللي جايب لك يا أنا نوعا ما صعب اسم المفؤول الثلاثي تذكر أستاذ على وزن مفؤول إذا كان في الوسط حرف ألف إلو طريقة ثانية زي مقول زي مبيع وإذا كان ينتهي بحرف اللي الفعل إلو طريقة ثانية برضو مروي مقضي مدعو مرجو مع تضعيف الحرف الآخر إذن عندي عدة صور وهاي الصور أستاذ طبعا بكل الأنماط اسم المفؤول ثلاثي أو غير ثلاثي يبدأ بميم الثلاثي ميم مفتوحة وغير الثلاثي ميم مضمومة ننتبه أستاذ لو دورت بالفقرة ما رح تلاقي لكن إذا إجيت لي على بيت المتنبي إذا غامرت في شرف مروم من الفعل رامة المضارع يروم ومنبدل حرف المضارع بميم مفتوحة أو إلى ميم مفتوحة بتصير مروم وهون مروم بمعنى مطلوب بمعنى مطلوب فمروم هي اسم المفؤول الثلاثي تمام أستاذ اسم مفؤول غير ثلاثي اللي هو ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر وتذكر إنه فيه أحيانا بيكون عندي نوعا ما شوية شوات قبل الآخر بيكون ألف أو بيكون ياء يعني الألف بتنوب عن الفتحة الياء بتنوب عن الكسرة إلى آخره كلها مشروحة بإذن الرب العالمين نأخذ السطر من هون لأنها هي موجودة كسبا للوقت اسمعها ما بدأت بميم ولا هاي ولا هاي ولا هاي لازم يبدأ بميم أستاذ هون لعند كلمة مرادك احدف الكاف شو صارت الكلمة مراد مراد ميم مضمومة والألف نابت عن الفتحة حسب شرحنا للقواعد فهون بتصير إيش أستاذ هي اسم المفؤول غير الثلاث مراد ولو كتبت مع الضمير الإجابة صحيحة بإذن رب العالمين كتبنا لكم الفقرة كمان ثانية حتى نكمل بقية المطلوبات طبعا أستاذ ليش لانو خلص هون تخربش عليها كتير بلاش نصير ننعجق ف انتابع هاي الفقرة نفسها فيش داعي نقرأها كمان مرة طالب مني صفة مشبهة وإحنا قلنا أسهل طريقة لاستخراج الصفة المشبهة نيجي نسأل صفته أنه كذا شرط إنها متكونش على وزن لا اسم فاعل ولا اسم مفؤول ولا أحد أوزان صياغ المبالغة عادة أشهر وزنين بتيجي عليهم الصفة المشبهة الوزن فعيل والوزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء زي أصمر وصمراء وفعيل زي حزين زي سعيد إلى آخره طبعا في أندي بالفقرة أكثر من صفة مشبهة عندي كلمة عنيد صفة مشبهة صفته أنه عنيد صفته أنه قوي وأتوقع في غيرها لو إجينا نقرأ لكن خلص هي إجابة واحدة كافية في الاختبار هاي عنيد وهاي قوي طالب مني بعد هيك صيغة مبالغة عادة بتيجي على يليها بالأهمية الوزن فعول ويليها الوزن مفعال ثلاث أوزان تأتي عليهم صيغة المبالغة زي ما شرحناها وبعض الكلمات اللي قلنا بنا نحفظها حفظ بإذن رب العالمين بطريقة سهلة فلو إجيه دورت هون طبعا منسأل صفته وأنه كده شرط أن يكون على أحد الأوزان لو دورنا عليها كانت الكلمة طيب نبدأ قراءة معرفناش نطلحها مندور لغاية ما نوصلها من يكون عنيدا يلن له الحديد وكذلك الدنيا مع القوية تأتي لذلك لا تظهر لها ضعفك بل عافرها وكن جبارا صفته أنه جبار مضبوطة لكن جبار على وزن فعال وفعال أحد أوزان صيغة المبالغة بذلك بتكون هي الإجابة جبار أو جبارا زي ما بدك مع التنوين واسم شرط غير جازم المفروض تكون على دراية بأدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة الآن عندي أدوات شرط غير الجازمة لو لو لا لو ما وهدول سمناهم أحرف وفي عندي إذا وكل ما اللي هي أسماء ولاحظ هو طالب اسم مشحر مسؤول عن وضع للسؤال هو تمام أستاذ فبدك تدور يا إما على إذا يا إما على كل ما ودور على وحدة منهم إلا تبين معانا طبعا لاحظ في بيت شئر المتنبي إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم هون إجا عندي أسلوب شرط وجاءت إذا من أسماء الشرط غير الجازمة في طلاب يحكوا لي أستاذ هاي كمان أسلوب شرط من يكون عميدا إيش النتيجة يلم له الحديد فهون من أداة شرط لكنها جازمة لكنها اسم شرط جازم ولاحظ هو بدو إياها إيش أستاذ بدو إياها غير جازمة فننتبه لهذه النقاط نأخذ مطلوب جديد أعرب ما تحته خط إعرابا تاما الآن كل دروس اللي ماخدين فيها إعراب للآن إحنا ماخدين أسلوب النداء بأشكاله وأخذنا أسلوب الشرط اللي هو بوحدة المتنبي الآن قاعدين ندرس فيها قصيدة المتنبي أسلوب الشرط عدوات الشرط الجازمة بيجي بعدها فعل الشرط وجوابه وهي أفعال مضارعة مجزومة علامة الجزم الرئيسة اللي هي السكون ننتبه أستاذ إيش المطلوب من يكن عنيدا قلنا جاءت في جملة الشرط وأداة الشرط كانت عندي جازمة بذلك يلن فعل مضارع مجزوم فعل اللي هي كلمة يلن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون أستاذ لازم نكمل والفاعل ضمير مستر تقديره كده لا يا أستاذ ليش لأنه هون الفاعل مش ضمير مستر هون الحديد هو الفاعل فننتبه أستاذ طبعا مؤظم من طلاب توجيهي عارفين أركان الجملة الفعلية واللي لسه مش عارفها طالب علمي أو صناعي موجود على التأسيس المجاني على منصة وتد التعليمية طيب أستاذ إيش في مطلوبات ثانية وردت في النص جملتها شرط وضحهما طبعا عندي الجملة الأولى حكيناها عندي من اسم شرط جازم يكن اللي هي فعل الشرط ويلن اللي هي جواب الشرط طبعا أنت يا أستاذ بعينك الله اكتبها بالترتيب يعني ما تخافش أنك تصرف حبر كثير أو ورق كثير منهم هم بيعطوك قلم هم بيعطوك الدفتر ورقة الإجابة فاكتب أستاذ وما تزودش كتابتك جاو أقد السؤال وبترتيب إذن هاي اسم الشرط أو أداة الشرط الجازمة وحددنا فعل الشرط وجواب الشرط وفيه عندي الثانية اللي هي إذا أداة الشرط غير الجازمة فعل الشرط اللي هو غامرت في شرف مروم طبعا بإمكانك تأخذ الفعل مع الفاعل كافية تحكي عنها فعل الشرط اللي هو السبب شو كانت النتيجة لا تقنع بما دون النجوم اللي هي جواب الشرط تمام يا أستاذ ونيجي الآن لآخر مطلوب طبعا هاي تمت الإجابة على الفقرة مباشرة بين سبب رسم الهمزات الواردة في الكلمات الآتية طبعا كل الكلمات وردت بالفقرة عندي مشكلة صغيرة مع طلاب التوجيه يا أخي متفاجئ فيها الفتحة والضم والكسرة تهجايصة في أول مش عارفين تطبقوها في الهمزة المتوسطة أو المتطرفة أستاذ أبو أعبا أبو أبو بتضم هك بو منحكي رحو بي بالكسرة يعني حط حركات بس مستصعبين جدا من هالطلاب والله مفاجئ أو صدمة هاي ندير بالنا شوي أستاذ شغلات منطقية الآن في كلمة تأتي تعالي تهجع أستاذ إتو أه ته ولما تقرأ حرفين مع بعض دايما حسب العروض الثاني ساكن تأتي خلاص بحكيله هاي متوسطة الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح فأقرأها أستاذ الله يرضالي عليك تهجع مش تجي لأنها على قبل تقولي لأنها مفتوحة وما تحدد لمين هو المفتوح الهمزة ولا اللي قبل ها قال خلي الموضوع معوم شو لمعوم هاي أستاذ مصحح أقل درجة تصحيح معه بكالوريوس معه ممكن ماجستير ودكتوراه قابل صحيح لك بدك التوهو ما ترد على الكلام الفاضي طيب أحسن جاءت الهمزة في كلمة أحسن همزة قطع قطع جاءت في بداية الكلمة ونطقناها زي ما أنتم لاحظين ومرسو منها قطع لماذا جاءت قطع قلنا بالوصل والقطع حلل الكلمة قدامك أحسن اسم ولا فعل هي فعل أعطيني نوع ماضي ولا مضارع ولا أمر اللي هو فعل أمر أحسن هاي كسرأة موجودة مع الحركات فعل أمر فعل الأمر حتى تأتي همزة وقطع لازم يكون رباعي أو حول اللي يتعلي على المسودة شو عمل في الماضي أحسن كم حرف أربعة خلص انتهينا التذكير نحن لم نعده مباشرة من عد الماضي كلمة انتظار وردت في الفقرة اسم ولا فعل الانتظار اسم فإذا طبعا لازم نحكي له قطع هون وهون وصل كما أنتم لاحظون الهمزة وصل وطلعت معي اسم احتمال كبير تكون مصدر يقوم بعملية الانتظار ولا طلعت مصدر إذا وصل لأنها مصدر طب بما إنها مصدر أستاذ عطيني الماضي اللي إلها دائما ما تعدها مباشرة عد الماضي وما ترد على اللي بقول لك نقص حرف مش دائما بتظبط انتظار شو عمل في الماضي انتظر كم حرف واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة إذن انتظار مصدر خماسي انحلت اصنعها احدف الزيارات لما تتعامل معايك كلمة ما إلي فيه حتى يخرب بتك بس اصنع صارت فعل الفعل القدامي شو نوعه أمر حوله الماضي شو عمل في الماضي صنعه كم حرف ثلاث فعل أمر ثلاثي تأتي همزة شو ما لها وصل طب أستاذ انت وصل كتبتها بالآخر مش بالأول صح أستاذ مكتوب المهم طيب يملأ الهمزة متطرفة أستاذ زي ما أنتم ملاحظين جاءت بالطرف على آخر بالطرف من شكل الهمزة إذا شفتها على ألف قل لي لأنها ما قبلها مفتوح ما قبلها مفتوح طبعا في طلاب يحكولي لا أستاذ إحنا بدنا نقرأ يملأ هاي اللا مفتوحة وانتهينا وعندي كلمة التفاؤل وردت فيها همزتين وصل ومتوسط طبعا الوصل لأنها همزة التعريف جاءت وصل و المتطرفة زي ما حكينا حروف المد أستاذ دائما هاي حروف ساكنة و مكتوبة على واو إذن مضمومة بما أنه ما قبلها الساكن إذا إجينا نقارن الحركات بتكاش قرأتها فقل قل قل قرأتها بالضم فهون نيجي بنحكيله لأنها مضمومة ما قبلها إما ساكن صح بإمكانك تحكيلي ما قبلها مد برضو والأسبوع القادم يوم السبت القادم ستكون حصتنا بإذن رب العالمين الوحدة الرابعة اللي هي الحساسية بالإضافة لقواعدها قواعدها أتوقع إسماء الزمان والمكان وفيه عندي قواعد اللي هو من النحو البدل طبعا بالإضافة لهاي القواعد رح نراجع كل القواعد السابقة زي الفقرة اللي أمامنا وكيفية التعامل معها شد حالك أستاذ وبإذن رب العالمين إيدنا في إيدكم لنوصل لأعلى العلمات ودومتم سالمين يعطيكم ألف عافية